نتحدث اليوم عن موضوع التشوهات الولادية في العراق ينضم إينا الدكتور يحياء العيثاوي أخصائي العناية المركزة بالأطفال أهلاً وسهلاً بي الدكتور أهلاً وسهلاً يعني نتحدث اليوم عن موضوع مهم نتائجه السلبية وافعة على أرض الواقع هي أطفال يولدون بتشوهات مع الأسف بعد عقود من الزمن من الحروب شكراً تشترك فعلاً في التشوهات الخلقية على الأطفال نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكراً على الإصدافة التشوهات الخلقية هي تغيير بالتركيب البنيوي للطفل أو الخديج وعادة تبدي أو تظهر بفترة التعضي أو فترة تكوين الأعضاء اللي هي أول ثلاثة شهر تقريباً تسبب حوالي ربع مليون وفات بالعالم والأطفال في الشهر الأول وأيضاً حوالي مليونين طفل يموتون خلال الخمس سنوات الأولى نعم تقريباً نسبتها تكون حوالي 7.5% لكن معظمها يكون تشوهات خفيفة التشوهات الوخيمة أو الشديدة هي تكون تقريباً واحد من عشرة من هذه التشوهات الأسباب للتشوهات كثيرة نعم منها وراثية منها بيئية والبيئية تكون تغذوية أو معدية أو مسخية المسخية هي المواد التي تؤدي إلى التشوه الخلقي كانت تكون أدوية أو إشعاعات أو مواد ثقيلة أو مواد مكافحة الحشرات التشوهات الخلقية عادت أيضاً أكو أسباب أخرى اللي هي تغذوية مثلاً السمنة مثلاً التدخين مثلاً الكحول مثلاً نقص بعض المواد التغذية مثل الفوليك أسيد أو مثل الأيودين يعني أنت ذكرت موضوع السمنة ممكن السمنة تسبب تشوهات نعم السمنة ممكن تسبب تشوهات خلقيها بالأم خلال الفترة الأولى الأسباب التغذوية عادةً تصير قبل وخلال وبعد فترة التخصيب أو الكونسابشن طيب دكتور إحنا ذا نتحدث عن العراق يعني ما ريد أقولك إحنا دائماً نسبة عنه أكل الحروب أثر على الأطفال بس أنت يعني طبيب وتعرف أكثر اليوم إذا قلنا أنه الأطفال سبب تشوهات خلقية للأطفال في العراق جلت تشترك الحروب بهذه التشوهات زائد شنو هي الأشياء الثانية الأكثر تأثيراً حالياً في أطفالنا شوفي التشوهات الخلقيات على العموم تكثر بالبلدان ذات الدخل القليل يعني كل ما قل الدخل كل ما زادت التشوهات الخلقية لذلك بالعالم الثالث تشوهات الخلقية تكون أكثر من العالم المتقدم الأكثر سبب أعتقد بالإضافة إلى الحروب أنه هي قلة أو ضعف أو بدائية العناية الطبية اللي هي الكشف وعلاج الأسباب التي تؤدي إلى التشوهات الخلقية لأن التشوهات الخلقية يجب أن نبدأ نعالجها قبل الولادة منها مثلاً علاج الضغط، علاج السكر، مكافعة التدخين، الكحول، إعطاء الأم مكملات غذائية مثل الفوليك أسيد أو الأيودين، الكشف عن الأمراض خلال الحمل بالثلاث أشهر الأولى والثلاث أشهر الثانية وحتى الكشف أو يسموه الترشيح الولادي يعني كل طفل ينولد بالعالم حالياً يوجد برامج يسموها الترشيح الولادي وهي فحص الطفل لوجود التشوهات والأمراض الوراثية هذا الترشيح يكون بدني، يعني فحص بدني يكون عبارة عن أشعة وسونار وأيضاً عبارة عن تحاليل مختبرية طيب، دكتور يعني ممكن أنه الطفل ينولد وما عليه أعراض أنه هو مشوه خلقية؟ معظم، شوفي التشوهات الخلقية نوعين تشوهات وخيمة شديدة وتشوهات ضعيفة وأيضاً تقسم إلى تشوهات ظاهرة وتشوهات مخفية التشوهات الظاهرة عادة نكتشفها عند الولادة التشوهات المخفية ما نكتشفها إلا بوجود مشكلة وظيفية مثلاً تشوهات الخلقية بالقلب إذا ما ظهرت أعراض ما رح نكتشفها إلا إذا عندنا برنامج ترشيح ولادي أو مسح ولادي أو فحص ولادي هذا عندنا بالعراق؟ لا، للأسف يعني موجود بكل دول العالم بس ما موجود يعني أنا مثلاً بخبرتي 30 سنة خبرتي بقطر وبالإمارات وبأستراليا وبكندا ليوجد برنامج ترشيح كل طفل ينولد يعرض إلى ترشيح ولادي اللي هو بدني فحص الطفل مثلاً فحص العين حتى نشوفها كوكاتركت ولا لا الماء الأبيض فحص الورك حتى نشوفها مستقر لو ما مستقر فحص مثلاً السمع حتى نشوف الطفل يسمع ولا ما يسمع مثلاً فحص العين بالطبيب لما يكون الطفل بوزن معين مثلاً أقل من 1500 غرام أيضاً فحص الدماغ لأطفال معينين من خلال فتحة الدماغ نقدر نشوف هل يوجد تشوهات قلبيبه إذا الطفل مثلاً عنده أقارب من الدرجة الأولى عندهم تشوهات إذن القلب لازم ينفحص عند الولاد حتى لو كان ما عندها أعراض وبعدين أيضاً ناخذ عينة من رجل الطفل ونخليها فيلتر بيبرز ونرسلها إلى مجموعة فحصات وراثية يعني هذا أشبه هو بنظام متابعة لكل الأطفال طيب هذا البرنامج مكتف يعني هو بحيث ما موجود يعني يحتاج مثلاً كوادر طبية عالية شنو اللي يحتاجه بالضبط؟ يحتاج تدريب على أطباء الجدد خصوصاً المقيمين على فحص البدني للترشيح الولادي هذا واحد يحتاج سونار وأشعار أيضاً يحتاج فحصات مختبرية خاصة السعر أو كلفة يعتمد على عدد الأمراض اللي تكتش فيها إذا تريدين خمس أمراض بس الكلفة معينة إذا عشرة أو أربعين مرض تقريباً الكلفة للطفل الواحد للفحص المخبري اللي يحط فلتر بيبر ونرسلها أما داخل العراق في مختبر مركزي أو حتى خارج العراق يكلف بين عشرة إلى خمسين دولار حسب عدد الأمراض اللي يريد نكتشفها يعني هذا يدفعنا للتفكير بموضوع آخر ممكن أنه نتحدث به بالحلقات المقبلة اللي هو إمكانية فعلاً استخدام الضمان الصحي مثلاً للعوائل أو للموظفين أو يعني أنه نبلش ببرنامج الضمان الصحي بحيث ممكن أنه يغطي هذا التكاليف شوفي هو المضحك المبكي أنه الفحص الولادي يكون أرخص على الدولة من عدم إجراءة لأنه راح تكتشفين مجموعة أمراض وتعالجيها وبالتالي ما تأدي إلى العواق الوظيفي أو الذهني الفيزيوي اللي راح يكلف الدولة والمواطن والأهل تكاليف كبيرة قد تصل إلى مليون دولار للشخص الواحد بينما إذا اكتشفتها من البداية يكون تكلفة بسيطة يعني هو بجانب اقتصادي همين جداً ذكرني بالبرنامج البريطاني اللي بيلشوا به هو برنامج مكافحة السمنة والحد من الإعلانات اللي تدعو إلى الأكل بشراها أيضاً كانت نظرتهم اقتصادية للموضوع مكافحة السمنة في بواكيرها حتى لا تظهر أعراض ثانية بالأخير بالمستقبل وهذا أيضاً يقودنا إلى موضوع هو منع كيفية منع أو تقليل التشوهات الخلقية شوهات الخلقية منعها يبدي قبل الزواج أولاً نقطة مهمة مشهورة عندنا هي زواج الأقار نعم منع زواج الأقار خصوصاً إذا كان أكو تاريخ مرضي لأطفال توفوا بالشهر الأول أو بالخمس سنين النقطة الثانية مكافحة الضغط والسكر والتدخين والكحول وأيضاً السمنة قبل الولادة إضافة مكملات غذائية للأم قبل الزواج اللي هي مثلاً الفوليك أسيد أو الأيودين وبعد الزواج يجب أن يكون هناك أيضاً ترشيح أو بعض خلال الحمل الأشهر الثلاثة الأولى يجب أن يكون ترشيح ولادي أو فحص للأم من خلال السونار ومن خلال تحاليل دم وأيضاً بالأشهر الثانية أكو تحاليل معينة حتى نكتشف التشوه الخلقي إذا أكو علامات عامة طبيبة النسائية أو الطبيب العائلة يكتشفها إذا اكتشفها علامات معينة يحول الطفل إلى طبيب متخصص للفحص للتشوهات الخلقية سواء كانت التشوهات الخلقية في القلب أو في الجهاز العصبي أو في العظام أو في مكان أخرى أيضاً العفو للمقاطعة أيضاً أكو هناك فحص بعد الولادة اللي هو الترشيح الولادي اللي هو فحص بنيوي يعني نعلم الطبيب كيف يفحص ويكتشف هذه الأمراض حتى لو كانت ما موجودة فحص أشعة وسونار وفحص مخبري من خلال الفلتر هذه تساعدنا على اكتشاف الأمراض وعلاجها بصورة أبكر وأيضاً نقدر نمنحها خير المنع هو اكتشاف الأمراض بصورة مبكرة قبل أن تبدي أعرافها طيب أنت حالياً تحدثت عن الجانب اللي خص التغذية والعائلة يعني العوامل والجينات الوراثية لكن إذا تحدثنا عن العوامل البيئية هل هذا يتطلب مثلاً دراسات أكثر بحوث أكثر في قضايا البيئة بحيث ممكن أنه تشتغل المنظمات المعنية بالبيئة أو وزارة البيئة في الحد من الإشعاعات أو يعني غلق هذه الأماكن يعني هذا الأسألة لك عليه نعم شوفي المواد المسخية يسموها أو التيراتوجينيك أيجنس اللي كانت أدوية يكتبها الطبيب أو أشعة يستخدمها الطبيب أو إشعاع بالخارج أو مواد معدنية ثقيلة مثل اليورانيوم أو الإشعاعات أو مواد المكافحة الحشرات هذه مثبتة ما نحتاج نثبتها هي تؤدي إلى تشوهات خلقية لكن المشكلة ربط مادة معينة مثل اليورانيوم مع تشوهات معينة هذه صعبة مو سهلة تحتاج دراسات لكن الأسباب العامة هذه مثبتة ما نحتاج دراسات حتى نثبتها لأنها أرد مثبتة لكن ربط إحداها هذه المواد المسخية مع تشوه خلقي في منطقة معينة هو هذا الصعوبة لتحتاج بحوث لكن بصورة عامة الابتعاد عن المواد مكافحة الحشرات الابتعاد عن المعادن الثقيلة الابتعاد عن الأدوية المسخية التيراتوجينيك مثل ثاليدومايت ولازم وزارة الصحة والمؤسسات المعنية تخلي برنامج خاص بحيث تمنع إعطاء هذه الأدوية مو بس من الناس العامين لا تعطيهم بس لأطباء معينين بحيث يكون خلال برنامج معين لمنع إعطاء الأم أدوية مسخية قد تؤدي إلى التشوهات الخلقية يعني بهذه الحالة نحن نحتاج دراسات أكثر عن بيئة مثل العراق طبعا هو شوفي إذا أحد يسألني شنو الأشياء اللي ممكن نسويها بسرعة حتى نمنع التشوهات الخلقية هي بسيطة منع زواج الأقارب منع زواج الأقارب نهائيا قدر الإمكان خصوصا إذا كان هناك تاريخ مرضي يعني مثلا عائلة عندهم طفل مات أول شهر بدون معرفة السبب أو تحت الخمس ستنين أو عندهم طفل معوق هذه الأفضل ما يتزوجون أو إذا لازم نسواج أقارب لازم نفحص فحوصات ما قبل الزواج فحوصات بيئية أو في فحوصات ورافية يعني دكتور إلى أي مرتبة بالعائلة ممكن أن الزواج يكون مقبول كل ما كان أبعد أفضل كل ما كان أبعد كل ما كان أقرب مو ما مقبول لكن الخطورة الخطورة تكون أعلى في التشوهات الخلقية عندك تجربة بمتابعة هذا الملف التشوهات الخلقية في أوروبا أرى أني شغلي على 35 سنة 8 سنين في العراق 5 سنين في قطر 3 سنوات في الإمارات 3 سنوات في أستراليا في ملبون في رايلومان هاستويتل ودع السنة في كندا في ونيباك منيتوبا فخبرتي كبيرة وبديت هنا نسوينا مركز في أربيل لعلاج ليس فقط التشوهات الخلقية لكن أي عوق فيه زياوي نعم أو سلوكي أو ذهني يعني مثلا من عام 2016 الشلل المخي مثلا أو العوق الجسدي سواء كان الأطراف السفلية أو الأطراف العليا كان الطفل يهمل شوفين طفل مثلا دائما على وينتشير أو طفل ما يقدر يمشي لكن باكتشاف مثلا الروبوتك ووكر اللي هي الروبوت اللي يعلم الطفل كيف يمشي فهذا حاليا موجود عندنا في المركز اللي هو مساعدة الطفل المعوق كيف يمشي مو فقط العوق الحركي في الأطراف السفلة والأطراف العليا لكن العوق الذهني العوق في السمع العوق في النظر العوق السلوكي تأخر النطق هذه الأمراض اللي إذا تحكي عنها عرفون دكتور لأي حد ممكن تتعالج فعلا شوفي إذا تجيني قبل 2016 أقول لك 50% لكن حاليا مع وجود الذكاء الصناعي وموجود الإنسان الآلي في التدريب للأطفال والعلاج ما قبل التدريب أقدر أقول نسبة الشفاء هي ليست شفاء لأنه تعرفين أنت التشوه الخلقي في الدماغ أو أي ضرر في الدماغ هو حدث خلاص لكن نحن نعيد التأهيل الأطراف الحركية أو الحسية أو العوق أي كان نقدر نعيد تأهيله فأني مثلا أطيكي نسبة أنه حاليا عندي هنا أنا إذا المريض يجيني تقريبا أقدر أقول نسبة إعادة الطفل إلى اكتساب الوظائف الحركية يصل بين 60 إلى أحيانا 100% دكتور أنت تحشي عن أمل كبير بالنسبة لهواي عوائل حاليا نعم هل تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ أشوفي حاليا أستخدم في العوق الفيزيوي أستخدم أجهزة الروبوت يعني عندنا روبوت نلبسه للطفل نعم ويعلمه المشي يعني أسهل ممكن أشوفك فيديو إذا أعجبك أمشي فيديو أو الروبوت يمسك الطفل ويعلمه كيف يأكل مثلا يعني أو الروبوت يساعده في الكتابة يعني يلبسه وعلى جهاز الموبايل أو التابلت أنا أقدر أحرك الطفل خلال ساشنات ساعة إلى ساعتين بليوم مو بس هذا إحنا ممكن نأجر الجهاز للعائلة بس هو الجهاز غالي جدا ومكلف طبعا معظم العوالي ما يقدرون عليه بس هنحاول نساعد قدر الإمكان أيضا مثلا العواقل عدم قدرة الطفل على السيطرة على البول أو عدم قدرة الطفل على السيطرة على البراز أو مثلا عدم قدرة الطفل على النطق أو مثلا عدنا عواقل يسموه سلوكي بسبب أيضا التشوات الخلقية أو بسبب أمراض أخرى مثلا فرط الحركة مثلا عدم القدرة على النطق مثلا صعوبة في المدرسة مثلا الذهان مثلا أمراض السلوك كل هذا ممكن أيضا سوء التغذية وقلة الوزن هذه كلها أنا أعتبرها ممكن نعيد تأهيلها وبنتائج مبهرة وعندنا أنثلة كثيرة أنا ما صار لهواية يعني صار تقريبا من الرجالة للعلاف تقريبا صار شهرين بس أنا أقدر أقول لك نسبة الشفاء في هذه الأمراض وإعادة الأمل لها الأطفال ممكنة ممكنة لكن مو دائما ممكنة 100% بس أقدر أقول بين 50% إلى 100% يعني بعد 5 سنين شقد تشوف أنه التقنيات الحديثة ممكن أنه تساعد فيه الشفاء من أمراض لها علاقة بالتشوهات الخلقية شوفي العلاج التشوهات أو 10 سنين أو 20 سنة شوفي شوفي علاج التشوهات الخلقية يتكون من شقين الشق الأول وظيفي يعني أنا أول ما أريد أعالج تشوهات خلقية يجعني طفل عنده تشوه خلقي عنده مشكلة برجلية أول شي أنا أبدي أقيمة أفحص العين من قبل طبيب العيون أفحص الإذن من قبل طبيب الإذن أفحص الدماغ أفحص القلب أفحص الكبد أفحص الكليا أفحص العظام كونت فكرة أفحص الطفل سلوكيا ونفسيا كونت فكرة عن العوقل هدفي الأول هو تصليح الوضاعث يعني الطفل اللي لا يقدر يمشي هدفي أنه خليه يمشي الطفل اللي مثلا يتبول على نفسه بالليل هدفي أنه ما خليه يتبول على نفسه بالليل الطفل اللي يتبرز على نفسه ما خليه يتبرز على نفسه الطفل اللي ما ينطق أساعده بالنطق الطفل اللي إذا أسيئ بالمدرسة أساعده بإذا أحسن بالمدرسة الطفل اللي عنده أمراض سلوكية أساعده به كملت وطبعا إذا كان عندي أكثر من وظيفة أبدي بالوظيفة المهمة وبعدين أتحول على الوظيفة اللي بعدها يعني أكثر أهمية مثلا قدرة الطفل على المشي إلى أن الطفل يقدر عند خمس سنين أو عشر سنين يقدر يعيش من العائلة بعدها أتأدي أتحول للجمالية للكوزماتيكس فالعلاج هذا الإنسان الآلي اللي موجود هسا وطبعا ممكن يتطور يعني بالمستقبل شوفي التقنية تتطور حكسا حاليا إحنا ما نحتاج نحكي على المستقبل حاليا مثل ما قلت لك مثلا العوق الجسدي بالأطراف السفلة والعلي يعني صار مثل بها ثورة يعني قبل 2017 قبل 2018 لما بدأ أول جهاز روبوتك يساعد على الحركة مثل تريكسو الأمريكي أو لاب ووك الكندي الهندي أو مثلا إليوسايت اللوكسنبرغ هذه الأجهزة هسا الروبوت لما تحسنت سوى الثورة بها علاجها والأطفال من مقعدين إلى طبعا أيضا يتطور بالنسبة لمسائل النطق مسائل الحركة يعني أنا أسألك هيشي دكتور لأنه مثلا اليوم أكو جدل حول استخدام هذه الشريحة التي تزرع في العقل التي هي دير وجه لها إيلون ماسك ممكن أنه تنزرع في عقل الإنسان وتقوم بوظائف التي هو ما يقدر يقوم بها يعني بس انطيني تصور عن المستقبل كطبيب ويشتغلوا بهذه التقنيات يعني إلى أي حد هذه السلام حقيقية شوفي أنا رجل وطبيب يعني واقعي أنا أتعامل حاليا مع الوقاعة وجود شرائح بالمستقبل بحيث ممكن تساعد الطفل عن النطق أو تساعده على المدرسة أو تساعده على الذاكرة أو تقلل من حركته نظريا ممكن لكن لحد الآن غير موجودة وأكثر ما هي خيال علمي لكن اللي موجود حاليا أكو أجهزة باستخدام الذكاء الصناعي وباستخدام الإنسان الآلي موجودة حاليا وأني جربه وعدنا بالعراق حاليا موجودة نجربها والنتائجها مبهرة يعني من ضمنها أنا أركز الأطفال اللي عندهم عوق جسدي اللي ما يقدر يوقفون ما يقدر يقعدون ما يقدر يمشون ما يقدر يكتبون ما يقدر يعكلون ما يقدر يروحون للتواليات هاي الوظائف يعني الأساسية بالحياة الجهاز الحالي الموجود الروبوتكس واتريكسو أو لابورك يساعدهم بشكل من 50 إلى 100% فيه تحصن دكتور يحياء العيثاوي الأخ الصائبي الأطفال شكرا جزيلا لك وشكرا وجودك ويانا شكرا جزيلا ممنون منك الله يحرضك اشتركوا في القناة